خلا باقول لكم. شو باني وياي. بندخل اسمين. بيقول غير دي وغير دي. اذا احنا بناخذ الاسم بتطلع شنو الاندكس موانا. بعدين بنأكس الاندكس وبنخليه يطبع. شلون خلا تشوف. بيقول اسم دفت out. تشوف. بناخذ اسمين. نام. وان خلا سمين وثلاث. بعدين. خلي فاصله لانا ليش عندنا بعد تشغلة ثانية. خذين الاسمين. عقب ما ياخذ الاسمين. نخطر شنو. نصر شفع. اذا. الاسمين احنا ما بنعرف بالضبط. شنو الاندكس موانا. وهي مهم. نسفل لنا ان نعرف الاندكس موانا. شنو بنحط انتجار. اندكس. انا بحط كلام واضح عشان انتو ما تضيعوني الكود. اذا. اندكس. مفترض انتو سووا مع نفس الطريقة. في الامتحان او في الحياة العملية. اندكس. اه. يساوي. اقول لها list. yes of. ونعطي الologist. اللي هو name when. تمام. انسى COPY لانا بيكون نفس الشيء. ولكن بتغير شئ وبسيط. اه. ساخت سوى زل الحين سويناهم غيرناهم يعني خذينا الاندكس هاي كان اهم خطوة نسويها فشنو فالحين نحتاج نسوي set اذا فشنو نسوي set نقول لlist .set اذا هاي شنو بيحتاج بيحتاج الاندكس مني فبكتب الاندكس الاندكس 1 اللي هو اول واحد شنو ابي احط فيه ابي احط فيه name 2 قدل بعدين واقول لlist . 6 بعد index 2 بحط فيه شنو بحط فيه name 1 واخر شي لازم شا سوي اطبعه خلا ناخذ نفس الكود اللي فوق ولكن نغيره الى object 2 اشغل برامجة نشوف انا براي نحط خمسة اسمع اذا بنغير بين سارة و may اخذ اول كلمة اخر كلمة اخر كلمة ثم بنختص الموقع نضغط enter ونضغط كده مثل ما تشوفون صار السوافنج كانت made في رقم خمسة لكن هي صارت في رقم ثلاثة وصار السوافنج لانا ليش استخدمنا الست اذا كي شغلة ممكن انتو لاحظتوها انا هني سردي سويت object انا كان ودي ان استخدم نفس الobject لك لاحظ ما اشتغلت سويتها وما اشتغلت فالشدي غيرت الobject الظاهر بالنهاية يوصل حجمه size يعني يوصل هذي ناكس لا من صفر يمشي للsize يوم يوصل الsize بعد خلاص ما يرجع من البداية اذا فنحتاج object ثاني اذا في تعديل بسيط نقدر نسوي هالكود مالنا perfect ولكن نقدر نصوه تعديل احسن يكون من كده عشان شنو شوفوا هالسطرين صارين تكرار والتكرار في الكود مفترض ما يكون لازم الكود دائما يكون drive don't repeat yourself فعلشان اعلمكم شلون تقدرون شلون هالتكرار مفترض شتسوون تستخدمون do شلون ما اقول لكم الحين النام نحتاج نعرفه بره لانه ليش؟ لانه الويل ما يتعرف عليه ها خلا خليش اسمع ها خلا خليش اسمع ها خلا خليش اسمع ها خليش اسمع ها خليش اسمع هنه هنه ساعات يعطيني error اذا كان فاضي ولكن المرة اوكي ممكن نحتاج شيء للعلامة التعجب لانه هنه بيكون بالعكس ها خليش نجرب خليش نجرب ها شلون بيكون اوبس خليش تازير اه تمام شغل لا ما احتاج لا كسر اه 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 كتبناه بالدو ولكن لاحظنا طلع علينا مشكلة انه اذا خليش اسم خلا نشوف شوفوا الحين ابي اسكر شنو بيصير حساب لي اخر واحد اياهم دخلي في الاسم ليش لان الدو شلون صاير صاير هنه الاسم يعني شنو بيصير ياخذ الاسم من هنه يحطه في الليستة اقوب ما يخليش اسمع اه يشتغل اللوف فعلشان صلح المشكلة نحط له اف نفس اللي موجوده هني بنسوي له نخليه هني منشغل الكود ونشوف شوفوا الحين سيدا بسكر ما حط ويا اسم ثاني لاننا حطيت اذن فيه شغلة بعد نسيتها اشيل قوس الوائل اذن هاي ما لديه خلاص فهاي كان حال حق السؤال الثاني عرفنا شلون نستخدم الانترفيس list وعرفنا شلون نستخدم الانترفيس اللي داخل اللي هو list editator اذن شلون نستخدمه في اللوب وبنكمل ويا الاسئلة